طبعاً هذه مسألة مهمة جداً والمملكة أدركتها فيما بعد أدركتها فيما بعد ووضعت حلول الحقيقة لمعالجة استراتيجية كبيرة جداً لمعالجة نقص المياه وكذلك الزراعة بمعنى أوقف وزراعة الأعلاف طلبوا من المزارعين يضعون عددات على الأبار وشياء كثيرة جداً عملات الحمد لله ولذلك أقول أننا نعيش الآن نحن في وضع مثالي جداً أنا أقول دائماً الحمد لله الذي أطال الله سبحانه وتعالى وإعمارنا علشان نرى هذا التحول لأن من الناس الذين جاهدوا للوصول إلى مثل هذه النقاط لكن ما رأيناها الآن في عهد الملك سلمان والأمير أمام سلمان حصل أكثر مما نتوقع حصل أكثر مما كنا نتمنى يعني المحميات الملكية التي أعلنت هذه مساحاتها ضخمة جداً ليس فقط هذا يعني كان عندنا محميات أنا عملت على رسم حدودها عندنا حرة الحرة عندنا الخنفة عندنا مثلاً الطبيق عندنا مثلاً التيسية عندنا مثلاً محمية الوعول عندنا محمية محازة الصيد محمية فرسان إلى آخر كلها محميات كثيرة جداً ريدة إلى آخر يعني يعني مثلاً جاهدنا نحن في ذلك الوقت لأجل منع الاحتطاب صادر أنظمة أن نمنع الاحتطاب يمنع الاحتطاب وجاهدنا كذلك باستيراد بأن الحطاب يأتي معفى من الجمارك وصادر هذا ولكن لماذا على أساس أن الناس لا تقطع إلى الشارع المحلية اللي هو الطالح والغضاء والأرطاء وكذا لكن ما حصل شيء أسواق المملكة كانت تعج بأسواق الحطر كان الحطابون يقطعون الأرطاء ويقطعون الغضاء من النفوذ الكبير ويقطعون السمر من ودية المدينة منورة ويأتون عبر الطرق السريعة يصلون إلى الرياض ويبيعونه في سوق الحطب هذا تغير الحمد لله من الذي تغير فيه؟ الذي تغير وضع شرطة اسمها الشرطة البيئية الأمن البيئي وظيفتهم فقط لمراقبة المحميات الملكية مراقبة الطرق مراقبة تطبيق هذه النظم هذا مكان موجود الآن موجود هذه بشائر الحقيقة لم نراها إلا مع في عهد خادم عرمي الشريفين الملك السلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان شيء الآن يثلج الصدر يعني مثلا كان يأتي واحد مثلا معه هايلوكس ولا ديدسون ولا كذا مملوء الحوض كامل بالضبان يروح يقف في مقابرة ولا يقف في أي مكان يبيع على الناس هو ما يحتاج إلا ضب واحد صارت تجارة كنا سوء الدنيا كلها كانت ما بين الرياض إلى أرماح كنت ترى الضبان بالنهار الآن ما ترى ضب واحد كنست كلها فالحمد الله الآن لو تصيد ضب الغرامة 10 ألاف ريال نظام شرطة بيئية تاخذك للقاضي يحكم عليك 10 ألاف ريال هذه العقوبات الرادعة هذه ليست تنمي البيئة وتحافظ على الموارد هذه استدامة البيئية وبدأنا نرى هذا يعني الناس الحقيقة أنا قلت في البداية رسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الله لا يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن لما الدولة سنت هذه النظم و يعني بدأت بنفسها في التطبيق الناس يستجابوا حتى الهيئات الحكومية استجابت أنا أعطيكم أرامكو أرامكو الآن عندها محمية بالشيبة من ربا الخالي فيها تنوع رهيب من الحياة فيها عندهم مهى عندهم ضبا عندهم نعام عندهم كل شيء عندهم محمية في تنقيب جنوب الخفشي أو شمال الخفشي عند الخفشي للضبان فقط عندهم محمية للتنوع الحيوي بخريس عندهم محمية لبرنامج لكثار العقاق على سيري كذلك طائر العقاق في أبهى عندهم كذلك محميات لإصطياد لحصد المياه المياه الأمطار وكذا في أسير الهيئة الملكية لتطوير العلا الآن عندهم أربع محميات عندهم محمية في عندهم محمية في شرعان وادي شرعان عندهم محمية في الغراميل عندهم محمية في حرة عويرض عندهم محمية في وادي نخل هذه مؤسسات حكومية لماذا؟ لأنهم رأوا الدولة اهتمت فبدأوا يهتمون الهيئة الملكية لتطوير الرياض عندهم محمية طويق الآن رسموا حدودها وتحت التنفيذ عندك محمية السودة الآن في أبها فهذه الجهود الحقيقة بالإضافة لمحمية الملكية الضخمة محمية الملكية مساحاتها كبيرة جداً دم محمية الملك سلمان محمية الملك سلمان تجمع ثلاث محميات من المحميات الطبيعية الأولى عندك محمية الحرة محمية الخنفة ومحمية الطبيق كلها أصبحت محمية الملك سلمان عندنا محمية الإمام تركي بن عبدالله اللي هي محمية تيسية قديمة هذه تأخذ كذلك من الدهنة وتأخذ من النفوذ وتأخذ من الصمان عندنا محمية محمية الإمام اللي هي محمية تركي الإمام تركي بن عبدالله ثم عندنا محمية الإمام عبدعيز بن محمد اللي هي خريم وما حولها كذلك تأخذ في جوز منها تأخذ من الصمان وعندنا محمية الملك عبدالعزيز اللي هي الخفص وما حولها ثم عندنا محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز اللي هي محاذة الصيد وعندنا محمية الملك خالد اللي هي إثمامة محميات ملكية جميلة جدا تحمى لها مجالس دارة كل محمية لها مجلس دارة يرأسوا أحد الأمر لاحظوا الأهمية ولهم مجلس دارة يعني مهم يعني قوي ولها ميزانية مستقلة هذه الجهود التي بذلتها الدولة لم لم تصبح سنة حميدة فقط للدولة وللجهات الحكومية بل للمواطنين المواطنين استجابوا الآن فيه جمعيات كبيرة جدا للاكثار من النبات في كل المملكة في كل المملكة عندنا مثلاً لو تأخذ من الرياض إلى القصيم يمكن حوالي فيه ستة عشر جمعية وكثر فالحمد لله يعني أن الدولة سنت هذه السنة الحميدة وتبعها الناس المواطنون أسسوا جمعيات تطوعية تطوعية لكثار النبات فأعرف أنا عشرات الجمعيات الآن حقيقة مبادرة تطوعية من الناس يجمعون البذور بذور النباتات المهددة بالانقراض والنباتات المستزاقة ويبذرونها مثلاً بالأودية يبذرونها في الفياض بالرياض إلى آخره هذه كلها الحقيقة جهود نبعت بتأثير الاهتمام الذي أولته الدولة الليبي يعني الناس يتبعون ملوكهم أن الله لا يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن هذا الاهتمام حقيقة ولد أشياء كثيرة الأمير محمد بن سلمان عندما أعلن طبعاً رؤية المملكة في البداية هي ركزت على ثلاثة محاور اللي هو مجتمع حيوي اتصاد مزدهر وطن طموح هذه الثلاثة محاور كان من ضمنها الحقيقة اللي هو نوعية الحياة إنه إيجاد مجتمع ينعم بيئة نظيفة هوا نقي ماء نقي مستقبل مزدهر إضافة لذلك إن الرؤية الحقيقة ركزت على نقاط بعض الناس لا يدركها وهي كلها الحقيقة تعود للبيئة اللي هو اقتصاد مزدهر يقوم على مسألة إخلال الطاقة النظيفة فمثلا الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والطاقة الرياح وكذا المملكة لا لها استثمارات كبيرة فيها يعني عندنا محطة طاقة شمسية ضخمة جدا في وعد الشمال بالجوف تولد الطاقة الكهربائية هذه رائعة جدا عندنا اكساقون في نيوم هذه تستخدم هيدروجين الأخضر عندنا محطات في الطاقة الشمسية مثلا كثيرة جدا في كذلك يعني في ينبع وفي جزان وفي غيرها على مستوى أصغر وأكبر يعني هذه التوجهات للطاقة النظيفة ستفيد في أشياء كثيرة أولا إن طاقة نظيفة وهوى نظيف وبيئة نظيفة وثانيا ستخدم بتوفير هذا الاستلاك الرهيب في المملكة للبترول يعني بترول الآن نحن السهلك داخل مملكة حوالي أربعة ملايين برميل يوميا أربعة يمكن أكثر من أربعة برميل يوميا هذا ممكن نبيع برا هذا استهلاك داخلي لمورد ناضب البترول مورد ناضب فالأربعة ملايين إذا أنت والله ماذلا استخدمت الطاقة النظيفة المتجددة لأن الطاقة الشمسية طاقة متجددة هي تأتي من الشمس ورخيصة وعندنا شمس ما شاء الله يعني ما عند أحد مثلنا من الشمس سنجد إلى أنه هذا الاهدار من النفط الذي نستخدمه داخل المملكة من الممكن أن نستفيد منه خارجيا وتستفيد منه اقتصاديا طبعا لتوفير بداعي الأخرى وتوفير الرفاه الاجتماعي في مشاريع للمملكة مجتمع حيوي اقتصاد مزدهر وطن طموح أرام كوال عندها مشاريع رهيبة جدا فيما يتعلق بالطاقة النظيفة سواء في إحلال الغاز محل للنفط في أشياء كثيرة جدا الطاقة الشمسية دخلت مع المملكة في الاقتصاد في الهيدروجين الأخضر المملكة لا رائدة في الهيدروجين الأخضر بل أنها الدولة الأولى في العالم في هذا هذا كله طاقة نظيفة الأمير محمد من سلمان أعلن مبادرات أولا مبادرات الشرق الأوسط الأخضر مبادرات الرياض السعودية الخضرة مبادرات الرياض الخضرة وهذه قائمة على زراعة لا أقول ملايين المبادرات تتكلم عن مليارات الأشجار في المملكة في مدن المملكة وكذلك في الشرق الأوسط لماذا اهتمام بالشرق الأوسط لأن التأثير التلوث ينقل يعني تشوف العواصف التي تأتينا من العراق كثيرة جدا تأتينا مثلا من عبر الصحراء الكبرى يعني عندنا صور الأقمار الصناعية مرئيات تشوف عواصف غبارية تأبر البحر الأعمار وتصل للمملكة هذه كلها الحقيقة يجب أن المملكة تبذل بعض الجهر لمساعدة هذه الدول في تخدير الصحراء في بعض في بعض الناس يقول يعني كلامك متناقض يعني كيف الآن المملكة ستوجد رياض خضرة وتوجد سعودية خضرة وكذا وحنا نقول عندنا مشكلة بالمياه ونقول على الحفاظ على الموارد الجوفية وكذا هذه كلها سيستخدم فيها ما يسمى بالمياه الرمادية المياه الرمادية هذه تضيع هدرا الآن هي المياه المعالجة بالمرحلة الثالثة التي هي مياه المجاري لكم الكرامة بمعنى أن المعالجة ستستخدم فيها وهذه في الرياضة الآن تشوفون في كل الشوارع الآن مسألة زراعة الأشجار وكذلك بدأوا في بعض الأحياء التي تخطيرها والحمد الله الأمور ماشية أنا في بعض الأبحاث التي قرأتها قديما من عام يعني أنا حصلت على دكتوراه في ديسمبر 1985 لكن كنت أقرأ في ذلك الوقت وكتبتها في رسالتي إلى أن هناك علاقة طردية ما بين زيادة الأمطار وإخضرار الأرض يعني إذا كثرت الأشجار تكثر الأمطار ما تقل تكثر الأمطار إذا قلت تقل الأمطار ومسألة شرحها الحقيقة قد لا يكون مناسب نشرحها اليوم لكن هذه لها علاقة بالنسبة للطلاب في الجغراف يعرفون هل هي علاقة الألبيدو الألبيدو وإيجاد مرحلة تالية للتكثف ومن ثم زقوط الأمطار هذه حقيقة موجودة ومعروفة المملكة جربت كذلك تلقيح السحب التي هي مثلا ذر السحب ب يعني ثلج له تبريد مثلا التبريد إما ذرها بالثلج أو ذرها بأيود الفضة يعني طائرات تخرج فوق السحب خاصة سحاب المزن وعندنا سحاب مزن رهيب جدا يأتي ثم يهاجر بدون أن ينزل منه قطرة واحدة لماذا لأنه الجو قد بدأ بالدفع فأنت تحتاج إلى أنه هذه السحابة تبرد زيادة وتمطر عندك ففي بعض المحاولات من قديم الزمان ليس هذا جديد من الثمانينات وليت المتحدة جربت هذا إسرائيل جربته المملكة في البدايات جربته فوجد بأنه على الأقل على الأقل الأمطار تزيد بنسبة 15 إلى 20% المملكة الآن عندها طائرات جاهزة لرش هذه السحب والاستفادة من كل قطرة يعني بعض الدراسات ذكرت بأن السحب سحاب المزن الذي يتشكل فوق جبال السروات لا يسقط منه إلى 1% من الأمطار الباقي يتلاشى والسبب في ذلك أن تصل إلى أعلى القمة ثم بعد أن تنحدر في الجانب الثاني يتلاشى السحب لأنه يبدأ يكتسب حرارة بدلا من أن الحرارة تبدأ تتناقص مع الارتفاع في الجانب الثاني تبدأ الحرارة تتزايد بالانخفاض فلذلك يتلاجئ السحاب إذا استخدم إذا استخدم تلقيح السحب فيما يتعلق بالسحب التي تأتي عبر جبال السروات ستزيد الأمطار إن شاء الله 20% وهناك طائرات كاملة في هذا إسرائيل جربته وزادت نسبة الأمطار عندهم من 16 إلى 19 إلى 20% في الولايات المتحدة جربوه نفس النسبة لكن في الولايات المتحدة ظهرت مشكلة وهي أن السحب الملقحة التي في الولايات التي تحاجها أصبحت الأمطار تسقط في ولايات لا تحتاج المطر فطبعا يسقط المطر ومعه كذلك أيود الفضة وكذا فقد يوذي التربة يعني في بعض الولايات يقول ما عندنا أشكالية أم شيء ينزل المطر نريد ما يعني ممكن هنا نصبر على إضرار التربة لكن نريد المطر فصارت السحب ما تمطر عندهم تمطر على ولاية الخلف فصارت فيه مشاكل قانونية ولذلك ألغي هذا البرنامج لكن بالنسبة لنا نحن بعض الصحب الشاعر العربي وش يقول يقول سحائب وصيف أن قليل انتقى الشعب والناس يقولون سحاب الصيف سحاب الصيف تأتي وترعد وتبرق وكذا تظن لأن الأمطار ستسقط وبشكل كثيف ثم تتلاشى البرنامج هذا نريد هذه الصحب التي ترعد وتبرق تمطر كذلك هذا ليس تدخل بقدرة الله ولا الله سبحانه وتعالى قدر هذه الصحب لسقوط المطر هذا فقط هو زيادة تبريدها حثها على المطر حثها على أن درة السحابة تتحول إلى قطرة مطر وهناك هناك أمور كثيرة حقيقة في هذا المجال يعني مثلا أعطيكم أمثلة فيما يتعلق بإهمال الاستدامة البيئية إهمال الاستدامة البيئية ينتج منه أشياء كثيرة جدا من ضمنها مثلا مشكلات التغير المناخ الذي يحاول أن يعالجه العالم الأعتباس الحراري والجغرافيون يعرفون هذا أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل حقيقة المملكة جزء من هذا العالم تتأثر ما في شك بما يتأثر به العالم تقبل وزون حدث في مشكلات كثيرة من ضمن الفريون وغيرها التي كانت تصعد طائرة الكونكوردة التي كانت تطير على ارتفاع أكثر من 11 كيلو متر وكانت تؤثر على الأزون ويتحطم ولذلك ظهرت حق بالوزون وله تأثيرات كثيرة لا أريد حقيقة أن أدخل فيها إنما تقرأ في مصادرها طبعا عندك مثلا المياه الجوفية واستهلاكها وغير ذلك من الأمور ترجمة نانسي قنقر